موسيقى واي مكتب بيحتاج لمحامين تحت التمرين لازم تختار المكتب اللائق ليك ويكون سمعة المكتب سمعة كويسة لانك انت هتتلقى كل العلم من هذا المكتب يعني اقول مكتب في محامي نص نص انت هتبقى نص نص لانك هتشتغل زي ما هو يقولك فياريت ننطقي دي نقطة نقطة التانية عايزك تحس وانت في مكتب المحامي انك مش مكتب محامي انه ده ما كتبك اذا حسيت انه ده ما كتبك واشتغلت على اساس انه ده ما كتبك وبتديت تقرأ وتعمل الشغل ده كأنه شغلك انت تأكد انك انت بعد فترة التمرين هتبقى من احسن المحامين نقطة التالتة ما فيش حد زي المحامين حتى كلية الحقوق كان زمان يسموها كلية الوزراء خرج منها ابطال خرج منها مصطفى كامل وسعد زغلول ناس كبيرة جدا فانا عايز اقول لكم مفيش حد احسن منكم مفيش حد احسن من المحامي بس انت لابد انك انت تكون سلوكك سلوك قويم ولبسك معتدل عشان لو ما دخلتش ببدلة لوكي النيابة هو يبقى عارف انك محامي بس ممكن يقولك كلمتين قولك هتسبكش عارف انه محامي ما تبقى داخل مكان لازم تكون الاول المظهر وبعد كده الجوهر ولازم انت راح تحضر قضية في مكتبك تحت التمرين تقراها مش لازم تفهمها مية في المية المحامي يديك روتوش وانت قراها وانت داخل قدام القاضي ما تبقاش محامي ماسك نوتة نوتة انابة يعني واحد ماديك نوتة انت متعرفش على القضية حاجة مدام في مكتب اقرأ قضية حتى ولو هتأجل القضية دي ولو انت المحامي الاصلي هيجي بعد كده دي بعض النقاط اللي انا حبيت اقولها لكم واتمنى لكم مستقبل باهر وبإذن الله انا معاكم دايما وبإذن الله بعضكم هيبقى عضاء مجلس نقابة واستاذ كبير وهنفرح بكم زي ما احنا دلوقتي موجودين هتبقوا انتوا في يوم الايام انتم لموجودين مكاننا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته